سأقول حاجة أخيرة لو تفتكروا ممكن أكتر من شهر ونص يا جماعة فكروني اللي أنا كنت قلته من شهرين من شهرين من شهرين ويومين زي ما بيقولوا لي كده من شهرين ويومين أنا طلعت من هذا المكان لما كانوا بيتكلموا على مدير كورا للمنتخب الوطني ثم تم مدير للمنتخب يعني ثم تعدل اللقب من مدير للمنتخب لمدير إداري يعني من علي بانجر لسيد بانجر الاثنين بانجر يعني وقلت قبل ما تختاروا يا جماعة لابد أن يكون هناك تدقيق شديد في الاختيار خلييني بسرعة فكركم بس أنا أنا قلت إيه يوم تسعتاشر سبعة يوم تسعتاشر سبعة بالزبدة التاريخي ورينينا يا أحد قدير المنتخب الوطني هذا المنصب مهم جدا 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 عايزين أن يكون اختيار المدير الخاص بالمنتخب الوطني اختيار واقعي مدروس بعيدا عن الأسماء اللامعة أو عن الأصدقاء تاني هما طبعا المنصب ده كانوا جمدوه شوية مع يهاب جلال لكن مع الراجل الخواجة ده مهم يبقى موجود لأنه في النهاية هيتكلم عربي وهينقل الاتحاد الكورة وبتاعي بقى وصلة مهمة جدا يهاب جلال راجل مصري بيعرف يتكلم مصري مع المجلس ومع الكلام ده كله لكن مع هذا الرجل محتاج حد احنا في هذا المنصب محتاجين واحد تقيل واحد عنده خبرات عميقة واحد داس الشغلانة دي قبل كده مش داخل يدور فين كبس النور هو عارف مكانه هينور على طول بالظبط كده انا قلت هذا الكلام من فترة طويلة وطبعا مناسبة الكلام كلكم عارفينها اللي هي الواقعة بتاعة الاربع لعيبة بتاع نادي الزمالك اللي هم تم اختارهم تليفونيا من قبل المدير الاداري يا شباب تعولنا المعسكر بتاع المنتخب انتو فيتوريا اختاركوا الحكاية والرواية وبعدين نادي الزمالك فريرة نازل التمرين عشان مبارح عشان يدور على زيزو وعلى الوينش وعلى فتوح وعلى امام عشور الاربع عادي بيستعد للقاء بطل شاد يوم الحد المفروض لانه هو ما يعرفش اطلاقا ان الاربع دول اختيروا للمنتخب والطبيعي الف به الجوانب الادارية ده الف به يعني حتى الواحد لما كان بيشتغل على قد ومدرب في القسم التاني كن اي حاجة تحصل جالا جوابي حبيبي الف به الف به جالا جوابي حبيبي دي الف به يعني عنوان بتاعنا في التعامل في الاندية لما حد يقول لي انا رايح منتخب ولا انا رايح كذا ولا اختاروني في منطقة القايرة على طول اجيب الادارية اللي معايا حبيبي جالا جواب كده فالراجل نزل فريرة عشان يضرب الفرقة ملقاش قالك ايه ده الاربع جالهم كورونا ولا جالهم ايه خل مع ان الكورونا دلوقتي بيلعبوا عادي ما فيش مشكلة النبات اوميكرون يعني فساءلوا الحكاية والرواية قالك ايه ده حصل تليفونه طبعا امير مرتضى منصور لما ملقاش الاربع دول ميسيك الموبايل بيكلمهم واحد واحد ديد 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 قاله ده احنا في المنتخب ايه بحدش قالينا طبعا فريرة زعل جدا فلما احنا طلعنا نتكلم والحكاية والرواية طلع امير طلع بالليل امبارح امير اعتقد في قناة من القنوات وقال انه لما الدنيا تقلبت بعتوله جواب الساعة 12 بالليل امبارح يعني التدريب الظهرية امبارح والناس متعرفش عنها حاجة واللعيبة بايتة من اول امبارح في المعسكر والنادي بتاعهم ما يعرفش حاجة ومعين لما الدنيا تقلبت الساعة 12 بالليل ده كلام امير مش كلام انا قال لنا جاوب ان ادي الساعة 12 بالليل يعني تحصيل حاصل الخبرات ده اللي انا قلته اعتقد قلت حاجة تانية احمد ورينا كده انا قلت ايه تانية يوم عشرين سابع بعدها تاني يوم على طول انا قلت ايه يالا كلام عن مدير المنتخب فالقضية اللي انا اتكلمت فيها مبارح وهنا انا لا اهاجم والله على الاطلاق بس احنا مهمتنا نضع بعض النقاط على الحروف امام المسؤول وفي النهاية المسؤول هو المسؤول ويتحمل مسؤولية اختياراته وانا امكان كلمتوكم بارح باستفادة اكتر عما حدث في السنغال وغياب الادراك الاداري العالي وفقا للمنصق الامني بتاع مباراة مصر والسنغال ولو كونيء وقال ازاي انتو ما عملتوش كذا وكذا وكذا ولو كنتو عملتو الكلام ده كله كان الفيفا انصفكو وكتو روحتو انتو كاس العالم بدلا من السنغال وعددتلكم بارح المواقف سواء فيما تعلق بالفندو اللي كان بعيد اوي عن ملعب المباراة او ما حدث في الطريق وتعطل الحافلة وعدم وجود امن عشان يفتح لها الطريق والحكاية والرواية او الازازة اللي ترمتوا منها الازازة بتاعت الشناوي اللي اخذها في ظهره ام يضحك ولا لاصابع الليزر والحكاية والرواية كل ده اشار اليه اندي كونيء امبارح انه قلت يعني الكلام ده امبارح لغياب الحنكة الادارية لانه قال انا الكلام ده كله نعارفه بس انته مش تكتوش وبالتالي تكلمنا مبارح انه المدير الاداري ده اللي هيتعين ايا كان مسمى بقى لابد ان يكون لديه الحنكة الادارية عنده خبرات النهاردة تحدثه عن اسم بوضوح شديد جدا وهو السيد محمد غرابة سيد محمد غرابة انا معرفوش والله اطلاقا وما اعتقدش حد من اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها دلوقتي عارفوا هو نائب رئيس مجلس ادارة نادي امبي ما ظهرش قبل كده قدامنا يعني ما نعرفش عنه اي حاجة عشان كده انا قلت امبارح ايه وما حدش برضو يزعل قلت يعني ما ندورش على صحابنا عشان نعينهم انا معرفش هو صاحب حد او لا عشان ما ظلمش برضو لكن صعب قوي ان يظهر اسم فجأة في مجال كبير زي منتخب مصر واحنا ما نعرفش عنه حاجة قالك ان هو واخد دورات في الاتحاد دولي اي نوع من الدورات احنا ما نعرفش برضو وبعدين هذا العمل الاداري بالذات هو عمل تخصصي للغاية الموضوع مش ان انا بحجز تذاكر طيران او انا بحجز اوتيل الموضوع المدير الاداري ده لابد ان يكون رجل قد تعمق في العمل الاداري على مستوى المنتخبات لان عنده سكة طويلة عريضة انت ما بيجيب مدير فني بيجيب مدير فني صاحب خبرات ما بيجيبش واحد بتاع انبارح عنده خبرات وعنده انديه يضربها وعنده بطولات حقاها نفس الوعدة كنت بتكلم مع كيروش قبل منه مع كوبر واوة الاخره يعني اي واحد بيشتغل ويمتهن هذه المهنة انا هنا ما بربش كتاكيد انا ما بربش كتاكيد عشان يبقوا فراخ انا عايز ديك جاهز ديك جاهز ينقر على طول مش هجيب واحد اه 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 يتعلم انا مش محتاج ان انا اعلم حد في هذا الامر لانه منتخب مصر ما هواش المجال ان انا اعلم يعني طبعا انا قلت هذا الكلام من منطلق الحرص على الصالح العام كل الناس اصدقاء احنا لا نقلل من شأن احد على الاطلاق لكن مصلحة مصر هي الاهم والاولى وفوق كل الاعتبرات يعني اللي حصل انبارح ده امر مسهل وسقط جمدة جدا جدا ان لعيبة تاخد تعليمات من الاداري بالتليفون وما فيش خطاب يروح للنادي بتاعهم والكوتش الخواجة اللي بيدرب ينزل ما يليش اللعيبة وقالك اللعيبة حصل لهم ايه لقدر الله حدثة مش هارف ايه الحكاية ده ارتبات مش طبيعي ده ارتبات مش طبيعي